أكيد كلنا منعرف عملة USDT يلي هي العملة رقم 3 من حيث القيمة السوقية بالعالم بأكثر من 100 مليار دولار USDT و USDC وغيرهم من العملات المستقرة هم عصب سوء العملات الرقمية الحقيقي هدول العملات كيف محافظين على قيمتهم تساوي 1 دولار؟ رح أحكي لكم الجواب يلي هم حكوا لنا أن مقابل كل عملة بيتم طرحها بالسوء في مقابلها 1 دولار كل لاترال أو مبلغ ضمان هذا الضمان ممكن يكون دولار ورقي موجود بالبنوك أو أصول أخرى وسواء كان دولار أو غيره فالشركة عم تحصل أرباح سنوية على هاي الأموال من البنوك وبيفرض نسبة الفائدة هي 5% سنويا فال100 مليار بيطلعوا ربح 5 مليار دولار سنويا ونحنا كمستخدمين طبعا ما بيوصلنا أي شي من هاي الأرباح هاي الأرباح كلها بتروح للشركة اللي عملت هاي العملات الثابتة في شركة جديدة طالعة عم تعمل دولار إصطناعي مو عملة ثابتة مثل العملات اللي بنعرفها هدفها إنشاء دولار جديد خارج النظام البنكي التقليدي طريقتهم بإنشاء هاي العملة بتشبه طريقة تجاري الذهب شي مرة سألتوا حالكم كيف بيقدر تاجر الذهب يسبت السعر ويحمي حاله من التقلبات اللي ممكن تصير تخيل إنه هذا الدولار رح يقدر يولد أرباح سنوية تقدر حاليا بـ 35% حاليا القيمة السوقية للعملات المستقرة كلها أكثر من 130 مليار دولار وهذا القطاع الوحيد بالعملات الرقمية يلي متوقع قريبا إنه يتجاوز التريليون دولار بالسنوات القادمة فتخيل قد يمكن يكون الطلب العالمي على عملة قيمتها ثابتة متاحة للجميع وبتعطي هيك أرباح وتخيل إنه يكون إلك حصة بهاي الشركة من خلال إنك تمتلك عملتهم يلي اسمها ENA ويلي موجودة حاليا بإكتتاب على منصة Binance شو رأيكم نغوصوا شوي بتفاصيل هذا المشروع مع بعض هذا الفيديو غني بالمعلومات وتعبت عليه كتير رأطلع لكم يا بهاي الجودة بتمنى إنكم تشوفوا للنهاية لأن رح تتعلموا كتير منه بإذن الله تعالى أنا محمد وإنتوا حاليا عم تتابعوا قناة دكتور كريبتو العملة اللي عم نحكي عننا اليوم هي عملة ENA التابعة لمشروع Athena Athena Labs هي المؤسسة وراء هذا المشروع وتم الاستثمار بهذا المشروع من أكبر الصناديق الاستثمارية بعالم الكريبتو مثل Binance و OKX و BitGate وغيرهم ومشروعهم بيهدف لإنشاء عملة مستقرة اسمها USDE بضمان عملة الإيثريوم هاي الشركة عم تعمل دولار إصطناعي وليس عملة رقمية ثابتة ليش عم أقول دولار إصطناعي؟ لأن ما في وراء هذا الدولار ضمان بعملة ثابتة البروتوكول الخاص فيهم قائم على تثبيت سعر الإيثريوم بالإضافة لتحصيل أرباح من خلال عملية التثبيت وتوزيعها على حاملين العملة من أكبر التحديات بعالم العملات الرقمية هو إنشاء عملة مستقرة بهذا الشكل لكن في حال إثبات نجاحها فهي أيضاً واحدة من أكبر الفرص يلي ممكن تشوفوها بحياتكم قبل ما نحكي عن طريقة عمل المشروع خلينا نحكي عن عملة الـ ENA شو استخداماتها؟ ما إلها أي استخدام إلا استخدام وحيد يلي هو الحوكمة أي أنه حامل العملة بيقدر يصوت على قرارات المشروع وبالتالي ملكية هاي العملة يعتبر كأنك متملك سهم بهي الشركة فتخيل أنك تكون تمتلك حصة كبيرة من شركة ممكن تكون صاحبة أكبر عملة مستقرة بالسوق هذا الشي اللي منشوفه بشكل واضح بتوزيع العملات الخاص فيهم عدد العملات 15 مليار عملة رح يتم توزيع 300 مليون منهم بإكتتاب بايننز لاحظوا أنه المستثمرين إلهم 25% والفريق 30% بينما المتاح للناس حالياً 2% فقط من خلال الإكتتاب في حال نجاح هذا المشروع ما رح يتم التفريط بالعملة بسعر رخيص بالمناسبة العملة متوقعة سعرها وقت الإدراج يكون حوالي 70 سنت وفي عرض موجود حالياً ولمدة أقل من يوم بعد نزول هذا الفيديو إذا سجلت حساب جديد بمنصة بايننز من خلال الرابط الموجود بالوصف أو استخدمت كود لإحالة اللي ظهر إدامكم على الشاشة حالياً وعملت توثيق لهذا الحساب فقط رح تحصل على 50 عملة مجاناً هذا العرض خاص لأول 50 شخص لهيك استغلوا الفرصة وهلأ خلوني نحكي ونفهم أهم نقطة يلي هي كيف رح تضل عملة اليو اس دي اي مستقرة وكيف هاي العملة رح تحقق أرباح وشو المخاطر موجودة فيها وهل ممكن تكون مثل عملة لونا تابعوا معي لأنا عرف أكتر في أساسيات لازم نفهمها لحتى يكون الموضوع بسيط علينا أول شي بدنا نفهم تداول لفيوتشر ومصطلحاته لأنه له جزء كبير بهذا المشروع مثل ما بنعرف أنه بكل منصات التداول اللي نستخدمها في عدة أنواع للتداول أشهرها التداول الفوري يلي هو السبوت وفي عنا تداول الفيوتشر يلي بيحدد سعر أي عملة بالسوق هو التداول الفوري بناء على قانون العرض والطلب كل ما زاد الطلب بيرتفع السعر والعكس بالعكس ولأن بالتداول الفوري بيتم التقايض أي أنك إذا اشتريت لإيثريوم مقابل اليو اس دي تي فأنت عملياً بعت اليو اس دي تي لشخص تاني يعني على الطرف التاني من المعاملة في شخص باع إيثريوم وشترى اليو اس دي تي تبعك وبعد ما تتم المعاملة بأي لحظة أنت فيك تسحب عملاتك اللي اشتريتها وتبيعها مرة تانية أو تحتفظ فيها بمحفظة خارج المنصة طيب كيف بيتم تحقيق أرباح من التداول الفوري؟ لازم بالبداية أنك تشتري عملة رقمية بس يرتفع سعرها بترجع بتعملها عملية بيع والفرق بيكون هو ربح لقلك بكل بساطة بتداول الفيوتشر فيه أمور مختلفة بالبداية ما في شيء اسمه تقايب يعني أنت هون ما بتشتري عملة الإيثريوم نفسها وما لك حرية التصرف فيها بأي وقت إنما بتشتري عقد بينك وبين المنصة وبتقدر تربح من هذا العقد إما بارتفاع سعر العملة أو انخفاضها بناءًا على نوع العقد اللي أنت فتحته في عنا نوعين من العقود لونج والشورت يعني فيك من غير ما تمتلك العملة الرقمية تفتح عقد شورت مثلاً يلي هو عقد بيع لأي عملة بدك إياها من غير ما تكون بتمتلك العملة خلينا أعطيكم مثال توضيحي بفرض بدك تفتح عقد شورت على عملة X لعلى التعيين وسعر العملة حالياً 100 دولار أي أنك أنت فتحت عقد بعملة وحدة يلي رح يصير كل آتي المنصة عندها رصيد معين من العملة بتبيع الكمية اللي أنت حددتها يلي هي 100 دولار أي بتعمل عملية بيع لعملة واحدة بفرض سعر العملة نزل للـ 50 دولار فأنت فيك تعمل إغلاق للصفقة وتربح بس كيف رح تربح؟ عملية إغلاق الصفقة بتتم عن طريق شراء عملتين العملة الأولى بترجع للمنصة وسعر العملة الثانية بيظل إليك كربح يعني رح يرجع لك 150 دولار الميت دولار سعر العقد يلي أنت فتحته بالبداية و50 دولار سعر العملة الثانية بالمناسبة الميت دولار اللي هي ثمن العقد هي مبلغ الضمان يلي أنت حاطه للمنصة لحتى تعمل لك عملية البيع لكن في حال ارتفع السعر مثلا للميتين دولار فهون رح تتعرض لشيء اسمه لكويديشن أو تصفية بحيث رح يتم إغلاق الصفقة وتخسر الميت دولار يلي هي أنت حطيتها كمبلغ ضمان يلي هي ثمن العقد كما أنه المنصة بالبداية مثل ما حكينا باعت العملة بميت دولار فرح تقدر المنصة ترجع تشتري عملة تانية بقيمة ميتين دولار المية تبع ثمن العقد والمية يلي باعت فيهم لعملة أول مرة وترجع على خزينتهم هاي فكرة صفقات الشورت أو البيع والعكس تماما بيصير بصفقات اللونغ بالنهاية المهم أنه المنصة خزينتها من العملات ما تنقص ورح تسألوني كيف المنصة بتربح بهي الحالة؟ رح أحكي لكم من رسوم التداول خصوصا أنه بتداول الفيوتشر بتم استخدام الرافعة المالية ورسوم التداول بتكون أضعاف كما أنه عندي فيديو كامل بيشرح لكم الفيوتشر إذا حابين تتعمقوا أكتر وتفهموا للعلم بالشيء طيب فيه سؤال ممكن يختار ببالكم كيف بيظل سعر العملة بالفيوتشر مماثل تقريبا لسعرها بالسبوت مع أنهم سوقين مختلفين وهن نجي لنقطة كتير مهمة ومصطلح مهم لازم تعرفوه يلي هو الفوندين جريت أو معدل التمويل معدل التمويل هو مبلغ معين بتم تبادله بين متداولين الفيوتشر كل 8 ساعات يعني الناس اللي فاتح صفقات لونغ وبتعطي اللي فاتحين صفقات شورت والعكس بالعكس وهذا المعدل بنحسب كنسبة مئوية لما يكون هذا المعدل إيجابي المتداولين اللي فاتحين صفقات لونغ بيدفعوا للناس اللي فاتحين صفقات شورت كل 8 ساعات النسبة المقدرة ولما يكون سلبي متداولين الشورت بيدفعوا المتداولين اللونغ النسبة المقدرة وهذا المعدل نسبته غالبا بسيطة لأن كل ما زاد فرق السعر بالفيوتشر عن الاسبوت هاي النسبة بتزيد وبالتالي رح ينجبر أحد الطرفين بالسوق على وقف الخسارة وشراء أو بيع العملات لحد ما يصير السعر مقارب لسعر الاسبوت كما أنه بدي إياكم تعرفوا أنه معظم الوقت بسوق الكريبتو النسبة بتكون إيجابية أي أنه الناس اللي فاتحة صفقات الشورت هي اللي بتكون عم تكسب معظم الوقت وهلأ بدي أحكي لكم عن الستيكينج يلي ما بيعرف أنه حاملين العملات اللي بنظام البروف أوف ستيك مثل عملة الإيثريوم بيقدروا يكسبوا نسبة مئوية متغيرة سنويا لمجرد أنهم يعملوا ستيكينج أو قفل لعملاتهم على بروتوكولات الإيثريوم المختلفة للمساعدة بتأمين الشبكة وبالمقابل بيحصلوا على هذا العائد كما أنه في عنا شيء اسمه ليكويد ستيكينج يلي من خلاله منقدر نعمل ستيكينج للإيثريوم وناخد بداله عملة تانية قيمتها نفس عملة الإيثريوم مثل بروتوكول لايدو فايننس يلي بيعطينا مقابل عملة الإيثريوم عملة اسمها استي إيث بنفس القيمة ومنكون عم ناخد أرباح سنوية تقدر وسطيا بخمسة بالمئة هلأ خلينا نفهم كيف رح أتضل للعملة قيمتها ثابتة وكيف رح أتحقق أرباح أولا بدياكم تعرفوا أنه عملات اليو اس دي اي الناس هي اللي رح تطبعهم مو الشركة بفرض أنه سعر الإيثريوم 3500 دولار وأنت بدأت تطبع 3500 يو اس دي اي رح تعمل إيداع ببروتوكول إيثينا إما ب 3500 يو اس دي تي أو يو اس دي سي أو واحد إيثريوم المهم القيمة مماثلة ورح تاخد بدالهم 3500 يو اس دي اي البروتوكول شو رح يعمل هون رح يحط واحد ايثريوم ببروتوكولات لستيكينغ مثل بروتوكول لايدو فايننس ورح ياخد بدالها واحد استي ايث وهي هي عملية الليكود ستيكينغ أي أنك أنت بتعمل ستيكينغ لعملاتك وبتاخد بدالهم عملة كمان قابلة للاستخدام بنفس الوقت وبنفس القيمة ومثل ما حكينا هاي العملة اسمها استي ايث رح يتم أخذ هاي العملة وفتح صفقة شورت بضمانها على المنصات المركزية من خلال مؤسسات ضمان بتعمل هاي العملية وركزولي على هاي المؤسسات الضمان لأن رح نحكي عنها بعد شوي بعد ما يتم فتح صفقة الشورت رح يكون مثل ما حكينا عنا الاستي ايت يلي هي مبلغ الضمان لفتح الصفقة ففي حال نزل السعر رح يكون عنا أرباح من صفقة الشورت لكن سعر الايتريوم اللي هو مبلغ الضمان كمان عم يكون عنا عم ينزل بالنتيجة المحصلة عم تكون صفر وهذه اللي اسمه صفقة ديلتا نيوترود يلي من خلالها مهما تحرك السعر صعودا أو هبوطا المحصلة عم تكون صفر يعني ما منتأثر بتقلبات الأسعار والقيمة الدولارية ثابتة بأي وقت حبيت تسكر هاي الصفقة فيك تسكرها وتاخد نفس القيمة الدولارية يلي كانت معك بالبداية اللي فتحت فيها الصفقة الربح هون بيكون من معدل التمويل في حال كان إيجابي وفي حال طلع السعر صحيح انه عم يحصل خسارة لكن بما انه أصلا الضمان اللي معنا هو عملة الايتريوم فكمان سعر العملة عم يطلع فعم يعوض هذا الفرق فالسعر متل ما حكينا دولاريا عم يضل ثابت وغير انه السعر رح يبقى ثابت كمان عم يحقق أرباح من الاستيكينج ومن معدل التمويل بتمنى انه هاي الفكرة تكون صارت واضحة بالنسبة للكم هلأ خلينا نحكي كيف فيك تكسب هاي الأرباح من خلال عملة اليو اس دي اي مو كل الناس اللي معهم اليو اس دي اي رح تقدر تكسب هاي الأرباح من البروتوكول فقط الناس اللي عامل استيكينج لعملة اليو اس دي اي بفرض انه البروتوكول عم يحقق أرباح سنوية 20% من الطرق اللي حكيناها ونص الناس اللي عندها عملة اليو اس دي اي عامل استيكينج فالأرباح السنوية رح تكون 40% للناس اللي عامل استيكينج للعملة بينما اذا كل الناس عملت استيكينج رح تكون لأرباح 20% للجميع ومن المتوقع انه العوائد تكون كبيرة لان غالبا الناس رح يستخدموا هاي العملة المستقرة بعمليات التداول على المنصات المركزية واللا مركزية وبالتالي ملكل رح يخلي عملاته مقفولة بتمنى انه هاي الفكرة صارت واضحة بالنسبة لكم حاولت قدر المستطاع ان يبسط الموضوع لحتى الكل يفهمه وهلأ خلون نفهم المقاطر الموجودة بهذا البروتوكول وهل من الممكن انه يصير فيه متل ما صار بعملة لونة بالحقيقة في عدة مقاطر رح احكي لكم ياهم وحدة وحدة ونشوف كيف رح يتم التعامل معها اولا في عنا خطر معدل التمويل متل ما حكينا انه مصدر اساسي من مصادر الارباحي اللي عم يتم تحقيقها من خلال صبقات الشورت على المنصات المركزية من خلال معدل التمويل الايجابي لكن في حال كان معدل التمويل سلبي رح يصير العكس رح يكون مطلوب من البروتوكول دفع اموال للناس اللي فاتح صبقات لونغ بالمستندات الخاصة فيهم اشاروا لعدة ابحاث بتأكد ان معدل التمويل معظم الوقت بيكون ايجابي وبنسبة 89% من الوقت بيكون عم يتم تحقيق ارباح من فتح صبقة الشورت كما انه رح يكون فيه ارباح الستيكينج المقدرة وساطيا بـ 5% سنويا يلي رح تساعد كمان انها تغطي الخسارة المتوقعة لما نسبة او معدل التمويل تكون سلبية ثانيا في عنا خطر الاكودة او التصفية مع انه ما عم يتم استخدام الرافع المالية الا انه خطر التصفية موجود ببعض السيناريوهات يلي ما صارت من قبل وهون لما نحكي عن التصفية ما عم نحكي عن خسارة كل الاثريوم اللي محطوط كضمان انما عم نحكي عن خسارة جزء منه لتجنب خسائر اكبر لكن عم يكون فيه خسارة محققة مثل ما حكينا انه البروتوكول حاطط عملة الاستي ايث كضمان وهي العملة بالنسبة للمستخدمين العاديين بيقدروا باي وقت يحولوها بشكل مباشر لعملة الايثريوم بنسبة واحد لواحد انما بالنسبة للمنصات فما بتعتبر عملة الاستي ايث ضمان سعره يساوي سعر الايثريوم وبالمثال موضح صورته قدامنا على الشاشة بافتراض المنصات اعتبرت سعر الايثريوم اعلى بنسبة 65% من سعر الاستي اي وهذا الشي بالمناسبة ما صار بالتاريخ واعلى فرق كان بنسبة 8% قبل تحديث شابيلا وبحيث انه المطلوب من البروتوكول نصف كمية الايثريوم لفتح الصفقة كمبلغ ضمان فبهاي الحالة اذا تم اضافة كل كمية الايثريوم الموجودة رح يتم ضغطية الصفقة من مخاطر الكوري تماما صح انه هاي النقطة من الصعب جدا انها تصير لكن هو خطر محتمل افتراضيا ولازم نحطه بعين الاعتبار لان في حال صار اي مشكلة بالمستقبل مع الاستي اي ممكن يتم التعرض لهذا الخطر ولحال هاي المشكلة عم يحكو لنا انه ايثينا رح تزود مبلغ الضمان بشكل منهجي في حال حدوث اي سيناريو مثل هات كما انه رح يكون عندهم الصلاحية بتحويل الاصول بين المنصات في حال صارت مشكلة مع منصة محددة كما انه رح يكون في عندهم الصلاحية باستخدام اموال من الصندوق الاحتياطي اللي عم يتم تحويل اجزاء من الارباح عليه لتغطية اي خسارة كما انه في عندهم فريق عم يراقب السوق بكل ايام الاسبوع 24 على سبعة في حال التنبؤ بحدوث اي مشكلة ممكن يتم اغلاق هاي الصفقات وتحويل العملة يلي عليها مشكلة لعملة تانية ثابتة والخطر الثالث اللي بدي احكي لكم ياه هو الشركات الضامنة يلي حكينا عنها من شوي اذا متذكرين مثل ما عرفنا انه ثبات سعر العملة مرتبط بانه باي لحظة بيقدر اي شخص يحول عملاته لعملات اليو اس دي اي او انه يحول اليو اس دي اي بنفس القيمة لعملة تانية من خلال البروتوكول لكن في حال صار مشكلة مع هاي الشركات الضامنة ووقفت لاي سبب عمليات التحويل او صار مشاكل بالتشغيل او مشاكل تقنية وغيرها ولتقليل الخطورة تم التعامل مع اكبر الشركات وما تم الاقتصار على شركة وحدة انما عدة شركات وهي الشركات بتشتغل مع نفس المنصة بحيث يتم تقليل التعرض للمخاطر في حال صار مع واحدة من هاي الشركات والخطر الرابع اللي هو اهم شيء اللي هو انهيار المنصات متل ما بنعرف انه كان في عنا منصات كبيرة مثل FTX سكرت بيوم وليلة وفي حال صار هيك شيء رح يتم التعرض لخسارة كبيرة لهذا السبب الحل هي المشكلة عندهم انه تم توزيع الاصول بين عدة منصات بدل منصة واحدة والخطر الخامس اللي هو كمان يعتبر كتير مهم هو انهيار الاستي اي وبروتوكول لايدو فاينانس في حال صارت هي المشكلة مع الاستي اي وفقط قيمته مقابل الايثريوم بسبب مشاكل ممكن تصير بالعقودة الذكية الخاصة بالبروتوكول او غيرها رح يتم التعرض لخطر كبير وفقد قيمة الضمان وبالتالي رح ينهار سعر عملة اليو اس دي اي في حال صار هيك مشكلة هم ما عندهم حل الها لان رح يكون كل قطاعة دي فاي او الاقتصاد اللامركزي متعرض الها وبالتالي ما رح تكون مشكلة من عندهم هيك مشكلة في حال صارت ممكن يتم حلها بحل واحد فقط يلي هو حدوث انقسام لعملة اليو اس دي اي هاي هي كل المشاكل اللي ممكن تصير عملة مثل عملة اليو اس دي اي فكرتها ممتازة وقطاع العملات المستقرة هو احد اكبر القطاعات بسوق العملات الرقمية ومثل ما حكيت لكم انه عملة اليو اس دي اي س رح تكون بمثابة سهم بهاي الشركة وفي حال نجحت رح يكون عندك استثمار بوحدة من اكبر شركات العملات الرقمية ومع هيك لازم نعرف انه ما في مكاسب كبيرة بدون مخاطرة وسوق العملات الرقمية ما له سوق خالي من المخاطر حتى مع اكبر العملات المستقرة المخاطر موجودة لكن انا والناس كلها عم نتعامل مع هذا الشي على انه خالي من المخاطر لهذا السبب بدي ذكركم وذكر نفسي انه العملات الرقمية والارباح منها بتضل ارقام على شاشة في حال ما صارت بحسابك البنكي كما انه وجود عملاتك الرقمية على منصات التداول وانت مخزنها وما عمدك نية للتداول ممكن يعرضك باي لحظة لخطر فقدانها كلها مع اي انهيار بهاي المنصات واتذكروا دائما انه اذا ما بتمتلكوا المفتاح الخاصة المحفظة اللي هو 12 كلمة او 24 كلمة فالاموال لا تعتبر ملكك انما هي ملك المنصات لحد ما تسحبها هات كل شي بدي احكي لكم يا بتمنى انكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو حاولت اني اشرح لكم فكرة المشروع بابسط طريقة ممكنة وفصلها لحتى اي شخص عادي يفهمها بسهولة ويسر بالرغم من انه في تفاصيل تقنية معقدة شكرا كتير لكم والمتابعتكم وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات القادمة اذا كان عندكم اي سؤال تركوا لي ادحة بالتعليقات الى اللقاء اشتركوا في القناة